التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي جديد 2024 ونضع الله يا رب انه يحمل كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة الحقيقة النهاردة يعني دايما بيبقى مناسبة سعيدة جدا ان احنا نبقى متوجدين في موقع من مواقع سكن كل المصريين وعلى الاخص المشروعات اللي بتخدم الشباب والفئات محدودة الدخل والحقيقة النهاردة احنا موجودين في مدينة اكتوبر الجديدة وكان من فترة كنا موجودين مع بعض في مدينة السادات وحضائق اكتوبر وقبلها في العبور الجديدة وحضائق العاصمة والنهاردة الحمد لله الحلم يعني كان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلقه منذ بدع سنوات بان احنا نبني مليون وحدة سكنية لشبابنا وللأسر محدودة الدخل اتحقق او بيتحقق خلاص وبينتهي فالنهاردة يمكن زي ما يعني تم العرض علينا الحمد لله المليون وحدة النهاردة يعني خلاص كلهم ياما بتنفذوا طبعا وتسلموا او جاري تنفيذ جزء منهم وبنتكلم على فترة بسيطة ويكون اكتمل هذا العدد هذا المشروع اعتقد من اعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث ومهما كانت ظروف الدولة هذا البرنامج سيستمر لانها بيخدم قطاع مهم جدا من شبابنا وبيحل معضلة ومشكلة كانت من عقود طويلة كانت كبوس لكل الاسر وهو ايجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل اسر النهاردة الحمد لله قدام حضراتكم المنظر اللي احنا موجودين فيه ده بقى موجود في كل حطة في مصر مش موجود في القاهرة ولا اسكندرية فقط موجود في كل مصر من اسوان لغاية اسكندرية ومن اسينة لغاية مطروح فالحمد لله الكواليتي او المستوى الجودة اللي بيتعمل بيها هذا المشروع زي ما حالكم شايفين مسحات خضرة خدمات موجودة من اول لحظة يمكن هذا الموقع بالذات تحديدا على الرغم ان احنا بدأنا ان احنا نسلم فيه ما زالت فيه مشكلة شبكات المحمول ويمكن دي على طول يعني انا وجهت ان وزير الاتصالات يسرع بادخال الخدمة فورا بعد مشاكل فنية بسيطة في الكهرباء حننهيها فاحنا بنتابع كل موقع لشان نخلص فيه كل حاجة عشان المواطن لما بيجي من اول لحظة يبقى الحمد لله بيلاقي كل الخدمات الموجودة احنا بنتكلم هنا تاني انا دايما بأكد مليون وحدة سكنية لو انا بتكلم ان المتوسط الاسرة من 4 الى 5 يعني احنا بنتكلم على 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج ده غير اكتر من 300 الف وحدة اللي عملناهم للاسكان الغير امن او البديل المناطق الغير امنة فالدولة المصرية هذا المشروع اعتقد لا يعني احد يختلف من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية نفزتها واللي ان شاء الله هتستمر عليها في خلال الفترة الجاية باذن الله اشتركوا في القناة